لو حماتك نرجسية ازاي تتصرف معاها وتتجنب ازاها? انا كده بكاء صفات الحمى دي وازاي ان احنا نتعامل معاها وما نغضبهاش وما وما نتعبش منها ومن ازاها يعني. تعالوا نشوف الحمى النرجسية هي اصلا ام نرجسية مارسة الضغوط النرجسية على اولادها واحنا شوف ان هي الزوجة الجديدة دي هتاخد ابنها وابنها خلاص مشاهه تم بامه وهيكره امه وبالتالي بتمثل لها تهديد كبير. فالستة دي الحمى دي بتعمل ايه? بتعمل كل الطرق عشان تخرب اي حب او اعجاب من ابنها لزوجته. فتبقى عايزة تستمتع بتعذبهم وتستمتع بخربتهم والنكد والتنكيد عليهم. طيب لو كانت الحمى دي صغيرة في السن بتكون المشكلة كبيرة جدا. ليه بقى? انها بتغير من مرات ابنها. وبتكون عايزة كل الاهتمام ليها. عايزة كل يقول ان هي جميلة ان هي حلوة ان هي امر 14 لبسها جميل انها شيك انها الحمى النرجسية دايما تعمل المريضة. يعني تتمرض وتتدعي المرض دايما ليه بقى? عشان تخلي اولادها قريبين منها اه وما يبعدوش عنها. وكمان لو بعدوا عنها وراحوا ببيوتهم اللي هي بعيدة عنها ما يحسوش بالراحة. دايما تقلق منامهم. دايما تقلق راحتهم. عايزة تحسسهم دايما بعودة الزنب. ان هما مقصرين في حقها. ان هي مش هترضى عليهم. ان هي بتتقلم وبتتعذب وهي بعيدة عنهم. ما تستحملش قبل ان اولادها يبعدو عنها. وتتعب اول لو ابن من اولادها سافر او كان متجوز في مكان تاني وفي بلد تاني. دايما تحسسه ان هو مقصر في حقها. ان هو غلط في حقها وازاي يسيبها ويمشي وان هي محتجاله. وتحاول دايما تعطله. وتوقف حاله حتى لو كان مصلحته ان هو يبعد. لكن اهم حاجة مصلحتها هي. دايما بنشوف امرأة ضعيفة الشخصية. مصلوبة الارادة. لا تعرف حقوقها ولا واجباتها. وكمان ما بتحسنش التصرف. اللي بقولوا عليها ست السزجة المطيعة برضو عندها الطاعة العمية. من غير ما تفكر. من غير ما تكرر. من غير ما تاخد اي رأي. من غير ما تحسن التصرف في اي حاجة. بتكون الحامة في الحالة دي كرسة. كرسة كبيرة جدا. ليه بقى? تكون رحمة الاتنين. تحت رحمة الاتنين. آآ لا انا اسفى. بيكون تحت رحمة امه. نرجسية امه. لانها في الحالة دي هتتحكم فيه وتتحكم في زوجته. وتتحكم في حياتهم في كل كبيرة وصغيرة. وتتدخل في كل شؤون حياته. ده فيه كمان ممكن تعمل حاجة مهمة. ممكن تاخد كل فلوس الابن والزوج وزوجته. وتحاول هي تصرف عليهم وتديهم المصروف كأنهم اطفال صغيرين عندها. مش بس كده دي كمان هتتحكم في يكلوا ايه وما يكلوش ايه. وتتحكم في ملابسهم. وتتحكم في كل دخلهم. لانها لو خصوصا هزي هي الام النرجسية. لو كان ابنها اللي اتجاوز ده كان هو الابن الاكبر وهو اللي بيصرف على اخواته الصغيرين. هتعمل ايه بقى الستة دي? هتاخد من فلوس ابنها وفلوس زوجته. وتصرف منها على اولادها الصغيرين. الواجب عليه. هتفرض عليه كده. هتقول له لازم تصرف على اخواتك وتدخل. ما يهمهاش بقى حبيته هيعمر ولا هيخرب. مش مهم عنده كلام. تعالوا بقى دلوقتي نشوف ازاي هنتعامل مع الحماء النرجسية. آآ في كم نصيحة كده هقولها لكم. انا بتكلم هنا زوجة الابن وزوج الابنة. تعالوا نشوف هنعمل ايه? اول حاجة. نتعامل مع الحماء النرجسية دي بكل لطفة وحب. يعني ايه? انا عارفة ان هي مريضة. فاذن هي بتحتاج للرحمة والتعاطف. يبقى جبن المفروض علي. اراعي سنها ومكانتها. وتعامل معها بكل حزمة. ابقى حزمة. وفي نفس الوقت عندي احترام وتقدير لمكانتها والسنها. تاني حاجة مقبلش ابدا بتدخلتها ولا انفس كل اوامرها. وبنفس الوقت ما استسلمش لضغطتها. بس افهمها هي ان انا حاضر يا طبعا بتبقى عايزة جزء بنتي يقول لها يا ماما. وزوجة ابنها تقول لها يا ماما. فانا اعمل ايه? نحاضر يا ماما. اقبس ايديها. واطيب خطيرها. وانا هعمل كل اللي انت عايزاها. وهعمل كل اللي يرضيكي. وانا مش هدايك. وفي الحالة دي اكون بتكلم معها بصوت في شجر وفي حنان. ما تعالش عليها. ما تكبرش عليها. لان انا برضو في سن ابنها او بنتها. لو انت مثلا زوج الابن او زوجة الابن او زوجة البنت. طبعا زوج البنت بيكون واخد سكن بعيدة عن حاماته. ده شيء معروف. لكن لو كان ابنها ابن الزوجة ابن الام النرجسية ساكن معاها في نفس البيت اللي هي ساكنة فيه. يبزل كل ما في وصعه ويتحجق باي حجة بحيث انه يلاقي النفسه سكن خاص بعيدة عنها بعض الشيء. ممكن يكون في الشارع اللي جنبها. ممكن يكون في في البلد اللي جنبيها او في حي بعيدة عنها شوية. علشان يضمن الاستقلالية وعشان ايه يرتاح من تدخلاتها والضغوط بتاعتها. كمان اه الزوجة الابن المفروض انها تكون زاكية وصبورة. وتكون كمان رحيمة. علشان ما تظلمش حاماتها وما تقبلش الظلم على نفسها. علشان كمان ما تخليش جزء اللي هو ابن الام النرجسية انه هو يظلم امه. هيبقى خايف من من نرجسية امه فيظلمها. لا احنا مش عايزينه يظلم امه لان طبعا ربنا وصانا بالوالدين احسانا ووصانا بالام اكتر. يبقى احنا هنديها حقها وفي نفس الوقت ما سمعش الرغباتها اللي هي الغلط وما وابعد عن ضغطتها. يعني المفروض ان زوج ابن الام النرجسية يكون زوج واعي وفاهم ومتفتح ويكون تلقائي ويكون قوي الشخصية بحيث ان هو يرضي امه ويرضي زوجته. يعني يفهمهم هما الاتنين ان كل واحدة فيهم لها مكانة غير التانية. وليها دور غير التانية. ويحب امه ويحب زوجته. ويوفق بينهم. ويفهمهم ان حب الام ما بيضغيش على حب الزوجة. ولا حب الزوجة بيضغي على حب الام. دي حاجة ودي حاجة. فهو يكون عادل ورحيم بين الاتنين. ويحاول يرضي الاتنين عشان ما يكونش عاقل لامه. في نفس الوقت يكون رحيم بزوجته ويعاونها علشان هي اللي هتربي اولاده واتعمر بيته. كمان يجب على زوجة الابن انها تتذكر انها ستصبح حمى في يوم من الايام. وتفتكر القعدة الشهيرة كما تدينه تدان. اه كمان عايزكي تاخذي بالك من حاجة مهمة اوي ان الحمى دي شخص مفروض عليك. فلازم تقبلي بيها. عشان دي ما هي الصح بيتك هتقدر تسيبيها. ولا مديرتك في في العمل. ولا جرتك. ولا زميلة لكي ان انت تقردت تخلصي من التعامل معها او تقطعي صبتك بيها. لا. لازم تتحمل تجاوزاتها وضغوطاتها وتكوني. اه وتشعريها بان انت بتحب بيها وتحترميها. عشان هي كمان ما تفكرش تعملك المكائد والمؤامرات. اه كمان اه على زوج ابن الزوق ابن المرأة النرجسية المفروض هنا انه يقيد من صلاحية تقومه. دلوقتي انا اقول نصيحة لزوجة الاب. اه حاول ان انت تدلي لحماتك. تدلعيها. اه ترضيها. اه وتقدر تكسبي ودها بحاجات بسيطة جدا. زي ايه مسلا. ان انت تجيبي لها هدايا. تقدر تكسبي ودها باكلة جديدة باكلة حلوة. اه ازازة بلفن جديدة. اه حاجة مفضلة عندها. قلبة شوكولاتة. اي حاجة هي بتحبها تجيبيها لها. اه كمان اه في حاجة مهمة جدا. ان انت ما تدلعيش على جوزك قدامها. او تقرب منه. او تخليه يدلعك ويدللك قدامها. دي تبقى مشكلة كبيرة جدا. في الحالة دي انت بتصير غيرتها. فيخلي بالك من النقطة دي. كمان لو كنت انت زوج الابنة المرأة النرجسية حاول ان انت ما تدلرش امراتك قدامها. يعني المفروض تظهر اعجابك بحماتك. ومفروض تسني على كل تصرفاتها وكل اكوالها. وبرضو تجيب لها الهدايا وتغمرها بعطفك وحنانك. اه كمان انت زوجة الابن. اه حاول ما تقدميش لها اي شكوى من زوجك. وما تقول لهاش كمان عن اسرار بيتك واسرار جوزك واسرار اولادك واسرار اهلك او اصدقائك. وما تقول لهاش اي حاجة خالص من الحاجات دي. حاول يبقى ليك خصوصيتك واستقلالك بنفسك بعيدة عنها. طب هتتكلمي معها في ايه? اتكلمي معها في الحاجات العامة. مو سلسلات التلفزيون افلام لان هي بتحب الدراما. اتكلميها عن جيرانها. خلاها هي لتكلمك وانت اسمعي لها. ياريت تبقي مستمع جيدة لها احسن ما انت تتكلمي معها. احسن ما تقولي لها على اسرارك. كمان ليك يا زوجة الابن حاول ان انت ما تشكيش من جوزك واولادك قدام حماتك النرجسية. وكمان ما تتكلميش في التلفزيون في اي اسرار لانها بتتلصص عليك وبتتجسس عليك وبتسمع كل مكالماتك اللي انت بتقوليها. عايز اقولك حاجة مهمة جدا يا زوجة الابعي. ليه بقى? لان انت لما هتخرجي هي هتعمل ايه? هتروح في كل حاجة في بيتك هتفتش فيها. حتى لو لقت دولاب مقفول ولا مكتب مقفول ولا باب مقفول هتطلب من ابنها انه يفتحها لها. مش هتقداري تمنعيها. اه طبعا لو انت موجودة في البيت معاها هي مش هتجرق تعمل الكلام ده. حتى لو عملته انت هترق بيها وتدخلي معاها. فانت هتقدر تخبل حاجة اللي فيها اسرارك. لانها انت عارفة ان النرجسيين معظمهم بيفكروا في السحر والشعوزة. ادي دي حاجة. حاجة تانية انية ممكن تشوف اسرارك تعرف حاجتك. تشوف. ممكن تعتقد ان انت عندك ملابس كتيرة تاخد منك وتدي البناتة طب وليه? خليها تشوف حاجتك? وليه تخليها تعرف اسرارك واخبارك? فاترق بيها كويس اول لما تكون عندك في بيتك لانها هتحاول تعبس بالحاجات بتاعتك. الوقاوية شطرة جدا في اختلاء المشاكل والخناءات معاك ومع جوزك. حاول ان انت تكون هدية. يعني ما تنفعلش بصوت عالي او بشدة. الاحتويها. اعرف ان دي كأنها امك وبتتشجر معاك بصوت عالي. فانت حاولي تخفضي صوتك وتحتويها ما تتخنيش معاها بنفس الدرجة وبنفس الحدة. حتى لو كانت جاية عليك ولا معلش يا ماما. عشان خاطئ انا اسفة. مش هيجرى حاجة لما تعتذلي. علشان تقللي غضبها وترحم نفسك من المؤامرات بتاعتها. وحاجة مهمة كمان ابعدي من قدامها. ادخلي في اي اودة تانية وقفل عليكي. وانما اهم حاجة ان انت ما تردشي الاساءة بالاساءة. وقللي من تواجدك قدامها. وفي المكان في الوقت اللي هي بتتخانق فيه مع اي حد. كمان حاولي ايه تقلل زياراتك عندها في البيت. يعني لما تروحي تبقى زيارة خفيفة. وخصوصا لما تكون يا محتاجاكي روحي لها. يا محتاجاكي تساعديها في شغل البيت مش فيش مشكلة كأنك بتخدمي مامتك وهتاخدي سواب كبير جدا عند ربنا. في نفس الوقت جوزت كمان هيحترمك ويقدرك ولازم يكون متفاهم معاك وفاهم. آآ بلاش تجد لحاماتك وتقول لها انت نرجسية او تعرفي ان انت فهماها. لا بلاش لانها هتعرف فيها زكية جدا. وهتعرف تفكر لك في مليون حيلة تانية وانت هتعملك مكائد ومشاكل ومشاجرات انت مش هتخطر على بالك ابدا لانها بارعة في الحكاية دي كويس اوي. آآ فكري في حاجة مهمة جدا في حقيقة مهمة غيبة عليك زوجة الابنة او زوج الابنة اللي امه النرجسية. آآ النحاماتك مش تتغير. اتقبلها زي ما هي كده بعيوبها. وتعاملي معها في حدود الادب واللياقة. وتشتكيش منها لجوزك ولا الاهلك. وتكتريش من الشكوى قدامها او منها. لان هي في النهاية ام زوجك. وعمره ما يضحي بيها من اجلك. فحولي تحيليها وتفهميها ان انت بتعمليها كامك. لان هي امك التانية. وعرفيها ان انت برضو ايه محتاج لها وعايز تسمع النصيحها. وان انت هتنفذ كل نصيحها واوامرها. كده بالحب واللطف. ما تديهاش فرصة انها تتخارق معيك. اتمنى بكده. وطبعا انت بتسمع النصيح بتاعتها آآ بالدخال من ودنه وتطلع من الودن التانية. زي ما بيقولوا. آآ كده الفيديو بتاعنا النهاردة انتهى. بتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وينال رضاكم. وحبايب اللي لسه مشتركوش. اتمنى انهم يشتركوا معي في القناة ويفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلهم منا كل جديد. بحبكم في الله. ومتنسوشوا اللايك والشات. مع الف سلام.